موسيقى إعادة تحقيق وحدة الوطن مثل هدفا أسمى لثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر السيطرة على السلسلة الجبلية الممتدة من حمر إلى هجاف في الضالع والميليشيات تدفع بعناصرها إلى الهلاك موسيقى ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها في الحديدة والاشتباكات وتتجدد شمال وشرقة عز موسيقى الثامنة والنصب توقيت العاصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم مثل الثاني والعشرون من مايو تسعين تسعمائة وألف امتدادا لثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين وهدفا أبرز من أهدافها تمثل في إعادة تحقيق وحدة الوطن التي انطلق اليمنيون بعدها على طريق البناء والتنمية وعاشوا فترة من الاستقرار والسلم الاجتماعي باتت اليوم شبه مفقودة نتيجة الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على اليمن واليمنيين أبرز أهداف ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر إعادة تحقيق وحدة الوطن التي تحققت في الثاني والعشرين من مايو تسعين تسعمائة وألف يعيش اليمنيون في وآمن وانسجام وأمن وسلام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الف وتسعمائة واثنين وستين في شمال الوطن الذي قاتل فيها الثوار فرول الإمامة والرابع عشر من أكتوبر الف وتسعمائة وثلاثة وستين في جنوب الوطن ضد الاستعمار البرجطاني مثلت فاتحة لعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي كانت حلم كل اليمنيين شمال الوطن وجنوبه ومثلت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة لبناء أساسية في الوحدة حيث حظيت بدعم كبير من الثوار ضد المستعمر في جنوب الوطن حتى تكللت بالنجاح ليستجه اليمنيون نحو تحرير جنوب الوطن من المستعمر البقيض وبذلك يكون شرفاء الوطن شمالا وجنوبا وضعوا اللبنات الأولى للوحدة الوطنية التي رأت النور في الثاني والعشرين من مايو تسعين تسعمائة وألف منجز نقظيم تحقق للشعب اليمني تمثل في تحقيق الوحدة الوطنية بعد سنوات طويلة من النضال الوطني وتأكيدا على تحقيق الهدف الأسمى لثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر حتى أصبح اليمن شعبا موحدا من جديد ناهيك عن أنها مثلت حدثا وطنيا شاملا بأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لبى الطموح وتطلعات اليمنيين لم تكن الوحدة اليمنية مجرد تغيير نظام سياسي وأحلال نظام بديل بل كانت قبل ذلك أعادة تعريف واكتشاف الذات اليمنية على أساس وطني جامع وهدف أسمى للثورة اليمنية فقد أتت لتتوج مشروع نظال وطني طويل جاهد مناظر واليمن كثيرا في سبيل تحقيقه حتى خرجوا إلى النور ومثلت الوحدة اليمنية الطريق في تحقيق الوحدة العربية الشاملة والذي قدمت الجمهورية اليمنية حينها ممثلة بالشهيد الزعيم علي عبدالله صالح مشروع إنشاء الاتحاد العربي لسطوير العمل المشترك ولوقوف صفا واحدا في وجه التحديات التي قد تواجه البلدان العربية نأخذ ميثاق جامعة الدول العربية خلونا نأخذ الميثاق ونجعلها منظومة متكاملة مش نأخذ فيها في العمل العربي المشترك من هذا الميثاق ما نريد نأخذها كوثيقة وطنية أو كوثيقة قومية ونفعلها بكل نصوصها منها اتفاقية العمل العربي المشترك المجلسة الاقتصادية الأعلى إنشاء حكومة فضل المنازعات الوحدة اليمنية لم تكن توحيدا لشطري اليمن فحسب لكنها مثلت التآم للقلوب اليمنية بمسمى الأرض عبر زمن وهو اليمن الكبير والوطن الذي ينتمي إلي كل يمني منذ آلاف السنين ويتشكل نسيجه الاجتماعي من مختلف المحافظات اليمنية شمالا وجنوبا شرقا وغربا وبعد كل ما حدث ويحدث أدرك غالبية اليمنيين اليوم أكثر من أي وقت مضى أنهم في بوتقة واحدة ولا مجال أمامهم للخروج من حالة الاحتراب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي في مسعى منها لعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وتكريس سلطة الكهانوت من جديد سوى التمسك بمبادئ وأهداف الجمهورية اليمنية والإصطفاف الصادق بوجه هذه الميليشيات التي استباحت كل شيء من أجل أهداف ضيقة تحلم بعودة الإمامة من جديد وخدمة لأطماع إيران التوسعية في المنطقة شهدت مديرية حيس بمحافظة الحديدة ومسية رمضانية حاشدة للمؤتمر الشعبي العام بحضور مدير المديرية وعضاء المكاتب التنفيذية ومشايخ أعيان المديرية وكوكبة من المثقفين احتفاء بالعيد الوطني التاسع والعشرين للجمهورية اليمنية من كل حدب وصوبية توافد فرسال المؤتمر الشعبي العام تزامنا مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني التاسع والعشرين للجمهورية اليمنية شهدت مديرية حيس بحافظة الحديدة أمسية حاشدة جسدت عظمة الانتماء للمؤتمر الشعبي العام في الشدائد والمحن حيث شهدت الأمسية حضورا جماهيريا حاشدا تحدى الجماهير فيه كذائف ومفخخات مليشيات الإجرام الكهروتية الإرهابية وخلال الأمسية الحاشدة جدد المشاركون من فرسانا وأوفياء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره بمديرية حيس دعوتهم لقيادة المقاومة الوطنية ممثلة بالعبيد الرغم طارق محمد عبدالله صالح حراس الجمهورية وأخوانهم ألوية العمالقة وصقورتها بضرورة استكمال تحرير ما تبقى من حارات مدينتهم الحديدة وموانئها وعدم الإنجرار إلى المسرحية الهزيلة التي أقدمت عليها المليشيات الكهنوتية برعاية أممية وإن تحرير مدينتهم يعتبر قضية إنسانية في المقام الأول معللين استعدادهم لرفض الجبهات المتقدمة في مدينة الحديدة بالمزيد والمزيد من الرجال الأشاوس فيما قدمت الصفوف مع أخوانهم صقورة هامة وألوية العمالقة وحراس الجمهورية نطارق أخوتنا في الخوات المشتركة من حراس الجمهورية والعمالقة والمقاومة التهمية بالتصدي لكل محاولات اليانشة من القوى الضرامية الإقرامية التي تسعى دينيب من مقاسب ثورة 26 سبتمبر و14 أكتور والوحدة اليمنية وذلك بالتحرير ما تبقى من مكينة الحديدة ومدينيتها والتي عانى ولا يزال أهالها وسكانها مرارة الحصار والهلمان والقاتل والتدمير خصوصا في مدينة الحيث والبهيدة وعبر المشاركون عن اعتزازهم وفخرهم بانتسابهم للتنظيم الرائد المعبر عن الجماهير اليمنية حزب الوسطية والاعتدال المؤتمر الشعبي العام مؤكدين تمسكهم بوصاية الزعيم المؤسس الشهيد علي عبدالله صالح الذي ضحى بحياته من أجل الثورة والجمهورية واستعادة الكرامة اليمنية وتخليص الوطن من عصابة الحوثي السلالية الإجرامية مشددين على الدور المناط بكل عضو مؤتمري من أبناء مديرية حيث في التخفيف عن معاناة المواطنين الذين تضرروا من عصابة القدر والخيارة الإرهابية الميليشاوية طلبنا باستكمال تحرير مديرية بدينة الحديد بأكملها بمديريتها وفيما فيهم حيث وخاصة التي تلاقت الأمر غير نحن الآن في مركز حيث باقي بعض المناطق باقي بعض المناطق التي نتحرك هكذا توافت حسان المؤتمر الشعبي العام من كل قرى وعز المديرية حيث إلى هذه الأمسية والاحتفالية الرمضانية المتزامنة مع عياد الجمهورية المجيدة هكذا هم أبطال المؤتمر الشعبي العام يتفافدوا رغم المعوقات أمامهم إلا أنهم صامدون سمود الجبال الرواسي لقناة اليمن اليوم عبد الوهر من مديرية حيث محافظة الحديدة وفي دمار نظم فرع المؤتمر الشعبي العام ومنتدى الميثاق الوطني أمسية رمضانية بعنوان قوتنا في وحدتنا في الأمسية التي بدأت بالنشيد الوطني واقف المشاركون دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح الشهدين الزعيم علي عبدالله صالح والأمين عارف عوضة زوكا القى رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة عوض مجلس الشورى حسن عبد الرزاخ كلمة أشار فيها إلى أهمية الاحتفاء بالعيد الوطني باعتبار الوحدة من أهم المنجزات التي حققها اليمنيون على يد الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح وأخيه علي سالم البيض ولفت إلى أن المؤتمر الشعبي العام حزب الوسطية والاعتدال بمنهجه الميثاقي النابع من عقيدة وشريعة وعادات وتقاليد هذا المجتمع الذي نفخر بالانتماء له وسنظل متمسكون به وبالنهج الذي رصده القائد المؤسس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح والأمين العام الشهيد عارف عوضة زوكا كما تحدث في الفعالية عضو حزب البعث العربي نجيب الحاشدي ورئيس منتدى الميثاق البطني عبدالخالق المنجر وأمين عام المنتدى سعد السنامي بكلمات عبروا من خلالها عن أهمية الاحتفال بالعيد الوطني التاسع والعشرين للجمهورية اليمنية وأشاروا إلى أن إرادة الله تجسدت في أن تكون النغضة الديمقراطية والوطنية على يد الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح خروقات وانتهاكات وممارسات قمع يومية ترتكبها ميليشيات الحوث الإرهابية في الحديدة في إطال تعنتها وتحديها لكل محاولات وفرص السلام وإنهاء معاناة اليمنيين ففي حين تبدل الجهود الوطنية والدولية لإحلال السلام تتعمد ميليشيات الحوثي استهداف المناطق السكنية ومواقع المقاومة والتضييق على المدنيين وفي تعز تجددت المواجهات بين القوات الحكومية والميليشيات شمال وشرقي المدينة وتتواصل عملية تطهير الجيوب التي لا تزال تختبئ فيها ميليشيات الحوثي في الضالع بعد أن عقد الرجال العزمة على تطهير كامل تراب الوطن من ميليشيات الحوثي ومشروع إيران التوسعي في المنطقة سيطرة أبطال المقاومة المشتركة والقوات الحكومية على أحد عشر موقع عسكريا في محافظة الضالع مصادر عسكرية ذكرت أن الأبطال في المقاومة الشعبية والمشتركة تمكنوا من السيطرة على السلسلة الجبلية الممتدة من قرية حمر وحتى قرى هجار والمواقع المطلة عليها وأضافت أن العملية التي جرى تطهير المواقع على إثرها شاركت فيها وحدات عسكرية مختلفة فمن الميسرة تقدمت قوات الحزام الأمني والعمالقة حيث تمت مهاجمة مواقع الميليشيات هناك في معسكر العللة باتجاه قرية شخب ومن الميمنات قدمت قوات اللواء 83 مدفعية وهناك تم تحرير العديد من المواقع أما اللواء الرابع احتياط فقد أسلدت إليه مهمة التقدم في القلب والوسط وعلى إثرها جرى تحرير عدة مواقع في القلب بدءا من تبة الدفاع ودار السقمة باتجاه تبة الخزان شخب وحتى وادي دبيان أوضحت المصادر أنه تم تدمير آليات الميليشيات واغتنام مدفع 120 وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكميات كبيرة من الدخائر كما تم أسر سبعة من عناصر الميليشيات فيما لقيا العشرات منهم مصرعهم وأصيب آخرون خلال المواجهات خسائر كبيرة تتكبدها ميليشيات الحوث الإرهابية في مختلف جبهات الضالع أو فيما الميليشيات تلجأ إلى تفخيخ الطرقات وتفجير العبارات والمقاومة تحكم السيطرة على مواقع استراتيجية عدة تجددت الاشتباكات بجبهات الضالع حيث شهدت جبهة قعطبة إحراز تقدم للقوات المشتركة والمقاومة اليونوبية والحزام الأمني باتجاه مناطق حمر السادة وباب غلق وكسر هجوم عنيف من الاتجاه الغربي لمديرية قعطبة كما تم صد هجوم عنيف آخر بجبهة حجر بالضالع صباح اليوم وقد تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة وجرح وقتل وأسر العديد من عناصر الميليشيات بجبهات الضالع أينما تواجدت الميليشيات الحوثية فلن تجد سوى الموت والخراب والدمار وتعط المصالح وأعمال المواطنين حيث تتعمد الميليشيات زرع العبوات الناسفة والألغام وتفجير العبارات والجسور بالطرقات الرئيسية حيث تم تفجير عبارتين رئيسيتين الأولى بطريق قعطبة موريس والثانية بطريق قعطبة الفاخر إب وتواصل فرق مكافحة الألغام والوحدات العسكرية تفكيك العبوات الناسفة والتي عثر عليها في عدة أماكن بعد تحرير مناطق قردح وحمر بقعطبة الضالع كما تشاهدون هذه العبوات التي أمامكم زرعتها ميليشيات الحتي في منطقة قردح وتمنا العثر عليها من قبل الشرطة العسكرية والآن نجري البحث في مناطق قعطبة وما حولها للبحث عن هذه المفجرات التي تضر المواطنين التي تعملها هذه الميليشيات الإجرامية تستمر العمليات العسكرية لمعركة قطع النفس ورجال وشباب الضالع يقطعون العهد باستكمار تحرير ما تبقى من مناطق الضالع ويصنعون انتصارات في مختلف الجبهات ويؤكدون بألا تراجع مهما كانت التضحيات محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع تمكنت قوات المقاومة المشتركة من إيصال مساعدات نغاتية إلى داخل مركز مديرية الدراهمي بمحافظة الحديدة للأسر التي تتخذهم الميليشيات الدروع البشرية مصدر في المقاومة الوطنية أكد أن مساعدات نغاتية وصلت إلى داخل مدينة الدراهمي عبر الطرق المؤمنة من قبل المقاومة المشتركة بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمية وذلك بعد رفض الميليشيات الحوثية السماحة للهلال الأحمر الإماراتي إدخال مساعدات للمحتاجين وتحتجز ميليشيات الحوثي نحو 100 شخص من أهالي مدينة الدراهمي معظم نساء وأطفال موزعون على 40 أسرة تتخذ منهم دروعا بشرية في الأحياء السكنية التي لا تزال تسيطر عليها وأسبق لأهالي مدينة الدراهمي الساكنين حاليا في مناطق نزوح جراء القصف العشوائي من قبل الميليشيات أن سلموا وثيقة ممهورة بتوقيعاتهم إلى كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال لوليسغارد تضمنت أربعة مطالب على رأسها إيصال مساعدات إغاثية للأسر التي لا تزال محتجزة والعمل على إخراجها من قبضة الميليشيات الحوثية إلى مناطق آمنة وتتعرض مدينة التحيطة جنوب محافظة الحديدة لقصف هو الأعنف من قبل الميليشيات الحوثية بمختلف قدائف المدفعية والأسلحة الرشاشة مصادر محلية أكدت أن قصف الميليشيات بالمدفعية والأسلحة الرشاشة على الأحياء السكنية أدى إلى تضرر عدد من المنازل بالإضافة إلى مستشفى ومركز صحي وأضافت المصادر أن مدينة التحيطة تحت القصف الحوثي المكثف منذ فجر السبت وأن عيارات الأسلحة الرشاشة المختلفة تضرب المنازل وأصابت أنحاء مختلفة من الأحياء السكنية وتسببت بحالة من الهلع والخوف في أوساط السقار والنساء والنازحين قتل لغم من مخلفات الحوثي أربعة مواطنين في منطقة الزهاري الواقعة بين مدينيتي المخا والخوخة في السحل الغربي كانوا يستقلون دراجة نارية في إحدى الطرق الفرعية أسلاك وأعمدة بقيت شاهدة على جرم الميليشيات نسجت ونصبت ووضعت تحتها وعلى أطرافها ألغام الموت على أيدي أدعياء الحياة جرم مع سبق الإصرار والترصد فعندما أقدم الحوثيون على زراعة الألغام والمتفجرات كانوا يدركون جيدا أن لا أحد يمر من تلك المناطق بسلام وظلت ملايين الألغام هنا على هذه الأرض أكثر فتكا بالإنسان ولم يسلم حتى الحيوان زحفت الألغام على واقع اليمنيين لتحول حياتهم إلى سلسلة من المرارات والمآسي فها هي ألغام الموت الحوثية تقتل أربعة مواطنين في منطقة الزهار شمال المخى أثناء مرورهم على متن دراجة نارية في المنطقة محولة أجسادهم إلى أشلاء متناثرة الميليشيات عمدت إلى زرع مساحات شاسعة من الألغام لتخطف الكثير من الأرواح البريئة وتضيق الخناق على المدنيين وتجبرهم على الهجرة القصرية من ديارهم وملاحقة أحلامهم ودفنها وتطويق واقعهم ومستقبلهم بفخاخ الموت والسنزفة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي ولا تزال تزرعها في المناطق الخاضعة لها وبأشكال وأحجام متنوعة ومموها آلاف اليمنيين ليصل عدد الضحايا حتى نهاية العام الماضي نحو ألف قتيل ونحو عشرة آلاف جريح يحملون إعاقات دائمة معظمهم نساء وأطفال تهديد يومي ولسنوات وعقود مقبلة هدف رئيس لزراعة آلاف الألغام والمتفجرات التي تتربص بخطوات الأبرياء كل تلك الشواهد تؤكد أن ميليشيات الحوثي لا تبحث عن السلام ولا رغبة لها سوى بالقتل والخراب وبنهم وبشاعة حتى باتت الألغام تمثلها جساً يؤرق حياة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بعد أن أسرفت في زراعتها في البر والبحر مستغلة الصمت والتغاضي الدولي تجاه هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في تعز قاتلة ميليشيات الحوثي الطفل مدين العفيري بعملية قنص في مقبنة مصادر محلية أفادت أن قناصاً حوثياً متمركزاً في جبل رحنق بمقبنة استهدف برصاصة قاتلة أو استهدف برصاصة قاتلة الطفل مدين وهو في داخل منزله في منطقة العارضة عفيرة ليفارق الحياة على الفور يشار إلى أن آلاف المدنيين أغلبهم نساء وأطفال سقطوا جراء عدوان الميليشيات الحوثية بمختلف أنمع الأسلحة وبالألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي تنشرها في العديد من المناطق والمحافظات منذ رفعها السلاح في وجه الدولة وتجددت المواجهة العسكرية بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي شمال وشرق مدينة تعز مصادر عسكرية أكدت أن المعارك احتدمت بين الطرفين في تبتي الدفاع الجوي والوكيل بعصيفرة شمالي المدينة بعد هجوم مباغت للقوات الحكومية انتهت بالسيطرة على مواقع جديدة كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثي ناهيك عن تجدد المواجهات في محيط معسكر التشريفات شرقا وأكدت المصادر مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية خلال المواجهات العنيفة التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة في تعز نفذت القوات الحكومية بيحداتها المختلفة عملية عسكرية سيطرت خلالها على مواقع عدة في الجبهة الشمالية للمدينة بعد هجوم خاطف على تقنات الميليشيات في جبل الوعش المطلع على عصيفرة وشارعي الستين والخمسين شمالي المدينة عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات الحكومية في محافظة تعز لتحرير المدينة التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ نحو أربعة أعوام مارس فيها الحوثيون شت صنوف العذاب والتنكيل بحق المواطنين من قنص وتدمير للأحياء الآهلة بالسكان وزراعة للألغام على الطرقات والأسواق والأماكن المزدحمة بالمواطنين لقتل أكبر عدد ممكن منهم القوات الحكومية سيطرت على مواقع جديدة في الجبهة الشمالية للمدينة بعد هجوم خاطف على ثكنات الميليشيات في جبل الوعش المطلع على عصيفرة وشارعي الستين والخمسين شمال المدينة وكذا الدفاع الجوي الذي يطل على جبل الوعش وموقع غراب شمالا ومناطق الحصب والبعرارة شرقا ومناطق بيرباشا والحصب والمطار القديم غربا مصدر عسكري أكد أن حددا من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم وأصيب العشرات جراء العملية التي نفذتها وحدات من القوات الحكومية كما تم تدمير دبابة وإحراق طاقم ومصرع من كان على متنه وما تزال المواجهات مستمرة لدحر ميليشيات القوثي من بقية المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرته محافظة تعز تكتسب أهمية استراتيجية في العمليات العسكرية بسبب موقعها الجغرافية حيث تطل مناطقها الغربية على البحر الأحمر عبر ميناء المخى الذي يقع على منفذ بحري استراتيجي ويعد حلقة وصل جغرافية بمحافظة الخديدة مراقب أعتبر استكمال السيطرة على تعز يسهم في تسريع الحسم العسكري وبحيث تصبح المحافظة بوابة انطلاق وقاعدة عسكرية للقوات الحكومية لدحر الميليشيات من كامل الساحل اليمني والمناطق المطلة على أجزاء من بحر العرب في صعدة تقدم أبطال القوات الحكومية بشكل كبير في جبهة الحشوة مصادر عسكرية أكدت تنفيذ عملية عسكرية عسكرية مباغتة على بواقع الميليشيات الحوثية في جبهة الحشوة مصادر أفادت أن قوات اللواء التاسع حرس حدود واللواء الأول حرس حدود نفذوا عملية عسكرية مباغتة للميليشيات تبكنوا خلالها من تحرير جبال القاهرة والتباب المحيطة بها وأطبقوا الحصار على جبل القناصين والسيطرة النارية عليه أسفرت المواجهة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات علاوة على تدمير آلياتها القتالية مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل تلاعب ميليشيات الحوثي بأسعار الصرف يسهم بشكل كبير في انهيار العملة الوطنية ثلاثة عقود ونيفة بدأها بتأسيس الشورى بدأها بالديمقراطية وأختتمها بالديمقراطية وفيما بينهما ثلاث دورات انتخابية للبرلمان ودورتين للرئاسة ودورتين للرئاسة المحلية ودورة بين محافظين هذه هي الديمقراطية الحقيقية التي أرسى مداميكها الزعيم علي عبدالنصار وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية لتوريد وتركيب وتشغيل محطة تحويل كهربائية في مديرية المخى بالسحل الغربي لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية في ظل انتعاش ملموس تشهده المخى منذ دحر الميليشيات منها مائة وعشرون يوما وسيبصر المواطنون في مديرية المخى نور مشروع محطة تحويل الكهربائية التي تأتي بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الانطفاءات المتكررة والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية الذي ارتفع إلى مئة بالمئة عما كان عليه الوضع قبل تحرير مديرية المخى نحن اليوم في طاقة تشين انشاء محطة تحويل متكاملة ابتداء من المفتاح الرئيسي وانتهاء بالخطة الخارج يعني ستبقى ان شاء الله سيكون لك متوفر محطتين تحويلية الأولى اللي هي شغالة لحد العامة 500 والجديدة ستقوم بقدرة 20 ميجر هذا سيتيح المجال للاستهلاك لتغطية الحاجة الملحة للكهربائية في مدينة المخاوة والقراءة المجاوة تطهير المديرية من ميليشيات الحوثي أوجد حالة من الانتعاش الكبير في المجالات التجارية والاقتصادية في المنطقة وبالتالي الحاجة الملحة إلى محطة كهربائية الأمر الذي لقي استجابة سريعة من هيئة الهلال الأحمر بالتوقيع على اتفاقية مشروع محطة تحويل كهربائية تلبية لاحتياجات أبناء مديرية المخاوة وما جاورها من الطاقة الكهربائية بناء على توجيهات القيادة الرشيدة لمناشدة الأهالي في مديرية المخاوة في الساحل الغربي وكذلك الأهالي المنطقة مما يعانون من مشكلة الكهرباء اليوم تم توقيع اتفاقية مع شركة الفيصر وهي من أكبر الشركات المتواجدة في المنطقة لقيامها بتركيب وتوريد وتنفيذ تركيب المحول بقدرة محول الكهربائي بقدرة 20 ميجا والذي سوف يسمى بإذن الله سبحانه وتعالى في مساعدة المجتمع من مشكلة الكهرباء وكذلك المشروع جدا مهم والاستراتيجي سوف يستفيد من مديره المخاوة والقرى المجاورة السلطة المحلية في المديرية ثمنت الجهود الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في كافة المجالات بما فيها مجال الطاقة الكهربائية والذي سيخفف من معاناة المواطنين الذين يشكون من الاختلالات الفنية في المحطات السابقة وعدم قدرتها على استيعاب الحاجة المتزايدة للخدمة تم التوقيع مع شركة رئيس صليمين كبال هياة هياة الهلال الأحمر في تنفيذ محطة التحويل 33 11 المحول 20 ميجا هذا الذي كان هو الأمل والطلب للبناء المديرية لأنهم يعانون من شدة الحر مساعي جماعة الموت نشر الظلمة في المناطق التي مرت منها باءت بالفشل واستعادت المديريات التي تم تطهيرها عافيتها تدريجيا ولا تزال بانتظار المزيد من الدعم كي يعم الخير فيها ويشع النور في ربوعها من جديد أدانت رابطة أمهات المختطفين بشدة تعذيب ميليشيات الحوط الإرهابية ثلاثة مختطفين في سجونها السرية حتى الموت وتسليمهم لذويهم جثثا هامدة استمرارا لجرائمها وانتهاكاتها الصاريخة بحق اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها الألم لا يزال حاضرا وبقوة في حياة اليمنيين فهنا أمهات ثكلة فقد نفل ذات أكبادهن وغيرهن الكثير نتيجة اختطاف الميليشيات الحوثية لهم وقتلهم بدم بارد أمهات المختطفين يكابدن الأحزان في ظل الصمت والخذلان وتحديدا بعد أن ودعنا أبناءهن الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب في معتقلات الميليشيات بطرق وحشية بينها التعليق بالأسقف والضرب بالعصي الكهربائية الشاب محمد المسعودي وعاد المحبوب وعلي سكين ظلوا مخفيين حتى سلمهم الحوثيين جثثا نامدة لأسرهم وعليها آثار تعذيب شديد أجبرت أسرهم على دفنهم دون عرضهم على طبيب شرعي ميليشي الحوثي تستخدم أساليب وطرق ممنهجة لتعذيب الضحايا من المختطفين حتى يصبح الموت أمنية للمعذبين ودانت الرابطة الحقوقية إخفاء ميليشي الحوثي العشرات من المدنيين في سجون سرية وممارسة الابتزاز في حق ذويهم فضلا عن تجويعهم وتعريضهم للإهمال الصحي لا أرقام حقيقية تبين جرم الميليشيات واتساع رقعة الانتهاكات ويضاعف قلق أسر المعتقلين على ذويهم اتفاق السويد الذي لم يدخل مرحلة التنفيذ رغم مرور خمسة أشهر منذ توقيع الأطراف اليمنية عليه وأصبح وسيلة لإطالة أمد الاختطاف والإخفاء القسري لمدنيين كفلت جميع الشرائع والقوانين حريتهم وتمكينهم من حقوقهم كاملة وغير منقوصة أكد خبراء اقتصاديون أن تلعب ميليشيات الحوثي الإرهابية بأسعار الصرف أسهم في انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وأضر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني تدهور غير مسبوق للعملات المحلية مقابل العملات الأجنبية يتزايد يوما بعد آخر وينذر بمزيد من الانهيار للعملة الوطنية التي باتت على وشك الانهيار الكامل نتيجة الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وأدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد خبراء اقتصاديون أرجعوا سبب ذلك التدهور في سعر صرف العملة الوطنية لاستخدام هذه الورقة في الحرب وجعلها سلاح في نطاق الحرب الاقتصادية التي يعيشها البلد وباتت الميليشيات تستخدم سعر الصرف كأداة من أدواتها الخبيثة للتربح دون اكتراث للآثار المترتبة على ذلك في مستقبل الاقتصاد الوطني ومعيشة اليمنيين الذين بات غالبيتهم على حافة المجاعة ميليشيا الحوثي تسعى لشراء وصحب العملة الصعبة من السوق والمضاربة بها بكميات كبيرة بدوافع متعددة حبر وكلائها من السماسرة والصرافين خارج إطار القانون ما أدى إلى رفع الطلب على الدولار واختفائه من السوق مما زاد في سعر الصرف بشكل لافت وتراجع سعر العملة الوطنية تبادل للاتهامات بين ميليشيات الحوثي من جهة والحكومة من جهات أخرى حول سبب انهيار سعر الصرف العملة الوطنية كلها تهدف إلى إبعاد الناس عن فهم الأسباب الحقيقية للتدهور الجاري في القوة الشرائية للريال والذي يشتري كل جميع في تدهور الاقتصاد الوطني وعدم الجدية في المحافظة على العملة الوطنية من الانهيار مراقبون اعتبروا ارتفاع سعر الصرف من أكثر العوامل المؤثرة على أسعار المستهلك وزيادة معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ما يدفع كثير من السكان إلى المجاعة وعجزهم عن سد احتياجاتهم الضرورية من الغذاء والدواء وعتبر مراقبون تعمد ميليشيات الحوثي إفشال محادثات الأردن بشأن الاتفاق على الآلية التي سيتم من خلالها توريد عوائد موانئ الحديدة إلى البنك بهدف استغلال هذه الموارد لدفع رواتب موظفي الدولة الذين حرموا من الحصول على رواتبهم منذ نحو ثلاثة عوام المواطن البسيط هو وحده من يتجرع مرارة الحرب والموت البطيء الناجم عن الفقر والحرمان والغلى الفاحش الذي تشهده السوق المحلي في أسعار السلاع الغذائية والتموينية نتيجة تهوي سعر صرف الريال وجشع التجار موجة غلاء عارمة تضرب صنعاء وعدن وعدد من الأخبار تتابعونها في الملاف الاقتصادي جولة اقتصادية جديدة وتتركز على شأن المحلي حيث أكد خبراء اقتصاديون وجود أياد تسعى لعدم استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي لمواطنين عبر المضاربة بأسعار العملات الأجنبية وفي مقدمتها التعنت وتمرد الميليشيات الحوتية باستمرار الحرب ومنع التجار والمؤسسات المالية من التعامل مع البنك المركزي في عدن ما أدار انخفاض الريال يمني وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وأضاف الخبراء بأن الحكومة تواجه تحديات أخرى تتمثل بضعف تحصيل إيرادة العامة للدولة ووجود تجار الحروب واستمرار السنزاف العملة التي يضخها البنك المركزي إلى السوق يأتي هذا في وقت تروح في سعر صرف الدولار خلال عملية الشراء والبيع ما بين 553 و 560 ريال في مقترب الريال السعودي من سقف 150 ريال أرجع خبراء اقتصاديون تضعف أسعار السلع إلى عوامل عدة تتمثل في انخفاض الواردات للمناطق التي تسيدر عليهم لجهات الحوتية بسبب القيود التي تفرض على التجار والمسوردين ومن أهم من التعامل مع البنك المركزي في عدن وتعرض بالترهيب والمضايقات ما يهدد بتوقف استيراد المواد الغذائية أو تضعف أسعارها نتيجة وصولها عبر قنوات غير شرعية وارتفاع تكاليف وصولها وأكد الخبراء أن استمرار سيدرات الحوثي على موانئ الحديدة والصليف جعلها ممرات تجارية عالية الخضورة ما أدى إلى عزوف شركات النقل البحري والخضود الملاحية عن الوصول إليها نهيك عن مضاعفة رسوم التأمين البحري على الشهنات المستوردة إليها تشهد أسوق العاصمة الصنعاء خلال رمضان موجة غلاء فاحش وتلعب بأسعار السلع والمواد الغذائية بشكل كبير ويشكل مواطنون من غلاء الأسعار والتلعب بها من قبل التجار في ظل غياب والعدام للرقابة من قبل مكتب التجارة والصناعة التجار من جانبهم يعزون ذلك الارتفاع للتعويض عما تفرض الميليشيات من جبايات وإتاوات بمسميات متعددة في مقدمتها دعم المشهود الحربي شهدت أسواق عدن موجة من الغلاء وارتفاع الأسعار التي تصعدت وتيرتها تزامنا مع قدوم عيد الفطر المبارك لتصبح قضية تؤرق المواطنين في ظل استمرار الظروف المادية والمعيشية الصعبة التي فرضتها تداعية الحرب عليهم وبات ارتفاع أسعار الملابس كابوسا يؤرق المواطن البسيط ويفسد فرحته بالعيد الذي يحل بعد أيام ويشكو المواطنون من ضعف الرقابة على الأسعار لحد من جشع التجار الذين يفتعون الأزمات لرفع أسعار الملابس وكل الاحتياجات الرمضانية والعيدية وأخيرا حققت أرصفة المعلى بميناء عدن زيادة بنسبة 42% في معدل مناولة البضع الجافة خلال الثلث الأول من العام الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضية وأظهرت الاحصائية الرسمية الصادرة عن مؤسسة موانئ خليج عدن إلى أن إجمالي البضع المتدولة وصل إلى 1.876.212 طن فيما بلغ عدد السفن الواصلة إلى الميناء في نفس الفترة مائتانية واثنين وستين سفينة بزيادة عن نفس الفترة العام الماضية بنسبة 15% وفي الختام تذكير بأبرز العناوين إعادة تحقيق وحدة الوطن مثلت هدفا أسمى لثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر السيطرة على السلسلة الجبلية الممتدة من حمر إلى هجاف في الضالع والميليشيات تدفع بعناصرها إلى الهلاك ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها في الحديدة والاشتباكات تتجدد شمالا وشرقة عزي لقاءنا على خير في أمان له اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة